طبعا ضيفتي تركت بصمتها بعالم السينما و بكمان تجربتها بالدراما يلي متواضعة متل ما هي بتقولها أنه بتختار الأدوار يلي بتنسبها وعلى المسرح أيضاً وأيضاً متشعبة إيجابية بحياتها مع أصحابها محبة يعني منعرفها وكل اللي بيعرفها بيعرف برنادات حدام قداش شخص إيجابي بالحياة بعدك قادرة تكون إيجابية؟ أكيد بعدنا قادرة أكون إيجابية لكن لما الواحد بيكون عنده إيمان ما بيقدر إلا ما يكون إيجابي لأنه ما في طلعة إلا وراها نزلة وما في نزلة إلا وراها طلعة يعني آخرت الشيء هيدا البلد رغم مصاعبه الأوجاع إلا ما يجي طاقة فرجه وربنا ما بيترك حدا إختش يبدو يتطلع فينا طبعاً صباح الخير صباح النور كيفك أول شيء؟ منيحة كيف عائلتك؟ كل شيء تمام الحمد لله عقد ما فينا لك أنا دايماً بقول ميما يسألني هالسؤال لأن بطلنا نسأل كيفك لأنه نعرف أنه كل العالم وضعة عبارة أنا تغرب عنديك وقت لخبريك بلش لا لا أنا جوابي دايماً عم بيكون وهو هيدا بالنسبة لقل الصح أنه طالما صحتنا منيحة لازم نقول الحمد لله نحنا منيحة طبعاً هي أهم شيء وباقي الأشياء تفاصيل بتاكل ما بتاكل بتظهر ما بتظهر بتعاني ما بتظهر يعني هيدا كله تفاصيل الواحد بيقدر يعمل عليه كونترول أما أنك تمرض الصحة أو حدا من اللي حواليك يمرض هون أنا بالنسبة لألي خط أحمر طب بما أنه بلشنا بالمرض مهم شيء صحة منيحة طب كمان اللي ينخر أعظام لبنان الزعمة والفساد طب هيدا مش مرض؟ هيدا 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 أكبر مرض للأسف يعني لبنان مش حفوت من هيدا السؤال على اللي جاييني عليه المسرحية هيدا الشيء هيدا المرض هو سرطان خبيث متمسك ومتمكن بهيدا المجتمع على أمل أنه نقدر نتخلص من هيدا السرطان بدوا يظلوا الواحد يجرب يكون متفائل يعني ما نهيل هلأ بعرف في ناس ببيوتها بتقول لك شو تحكي وش بتضلك تقول بدنا الأصص الإيجابية معكم حق بس مع أنه ما فينا نجيب الإيجابية إذا ما خلصنا من هيدا السوس يلي عم بين خرب أعظامنا يعني فيه سوس مش معقول يعني بيجي بيقلك بك تدفع الكهرباء والتليفون والمي والأكل والشرب والأجار وكله على الدولار أو على المنصة بس إذا عندك مصاري تخديهم على الالف وخمسة أو على ثمانتالف مش عايب عليك يا مسئول مش عايب عليك يا زعاني ما هو لازم يكون مسئول بقى أنت بعدك عم بتقول عنه مسئول هو منه مسئول يعني أنا وقتها بيسألوني طب أنه الدولة شو لازم تقدم مش لازم تدعم أنه لا يكون في دولة لحتى نطلب منها تدعم ما ما في دولة يعني عم تطلب شي من ما شيء كلا بدأيها من جيبة المواطن روح هلأ شو كله صار ويريت المواطن عم ياخد حقه بحيالها شغل عم يعمله بس ما كمانا ما في الواحد يتخبى بخير أصبعه ما كمانا في حق على شريحة كبيرة من المواطنين يلي راحت على صندوق الاقتراع وجيبتهم هني زيتهم يعني ما كمانا ما شو بيقولوا دود الخل منه فيه نحنا ساير فينا هيك نوصل على الاستحقاء منصير خايفين كل واحد بخاف على زعيمه بخاف على طيفته بخاف على حزبه آخرت الشيء ما في عنا مواطنية حقيقية لحتى تقول انه انت انه فيك تعتمد على القرار الصح وتقول انا بهمني لبنان فقط لغير نحنا كل واحد بخاف على طيفته على دينه على زعيمه بيقولك انه طب اذا راح شو بيعرفني مين اللي راح يجي يعني من ضلنا معلقين بحبال الهواء شو ممكن اللي بيجي بيكون احسن يعني بس ما تخافي كمان اللي بيجي كون جوعان كمان يعني بس عم بيفيدونا بشغلة مش يفيدونا الله لا يفيدنا بهايك شغلة يعني انه بخلاقولنا مواد نعمل منها عمال فنية للأسف انفجار أربع عاب اللي هلأ حقيقته ما بيانيته ما أخدوا حقهم لزميخ ضحوقهم اللي ما بيتمن حقهم لا بمصاري ولا بشي بس الحقيقة على القليل نعرف مين كان وراء هيدا الانفجار تم تناول الموضوع من عدة جهات بالسينما بالمسرح بأفلام قصيرة ببدياورنس بداعيات إلى آخره يعني الشعب عبر بكل طريقته ومشكورين كل يتعملوا لكن كل حدا كان عنده أسلوب جديد صح ريحة على العنبر اللي بيحكي عن عنبر رقم 12 هو عمل مسرحي على دوار شمس هو تجربة مسرحية فينا نقول هي منا مسرحية نحنا عم نقول عرض هو العرض بلش تقريبا من سنة ونوص كزوم ميتنك تعرف انت وقت الكورونا صار الواحد الفنان منا بده يلاقي منصات أخرى يقدر يعبر من خلاله على وجعه على همومه على هواجسه أو يمكن على فرحه على يعني على أشياء بتهمه بتاعني صوريحة العنبر بلشت كزوم ميتنك كعرض على زوم ميتنك يعني نتوجه خلاله لشريحة كبيرة من المجتمع ومنحكي فيها عن انفجار المرفق ولكن بطريقتنا الخاصة والحلو بهيدا العمل واللي بخليه يعني بخليه غير عن غيره من أعمال أنه بهيدا العمل فيه ممثلين نعم فيه غير ممثلين نعم وفيه من ضحايا أربع أب آه فيه يعني شهدة حية طبعا من الناس كانوا ضحايا بأربع أب نعم يا أما راح بيتهم يا أما راح يعني يتعرضوا شخصيا يعني كانوا جراحة فهيدا اللي بيميز هيدا العمل وكل واحد كان عم بقول وعم يحكي شو صار معه نعم وكيف قدر انه يتخطى أو ما يتخطى هيدا هيدا يعني الانفجار المهول نعم وطبعا بقالب مسرحي وبيعادة كتابي للقصص اللي حكيت مين عادة كتابي عيسام بو خالد عيسام اللي هو زوجي اللي هو زوجي أوكي أنا وطيت صوتي بالكما بك تقول لا أكيد لا بالعكس نعم عادة كتابي وكتابي مسرحي يعني ما بيعود المتلقب يعرف وين الجد ووين التمثيل ووين المسرح ووين الحقيقة هو ديبيت مصير هو تقيمة الديبيت وبعدين رجعنا هلأ وقت قررنا أنه نحطه على خشبة المسرح نعم طبعا نضاف له جزء أنت أخلي دور ممثلي؟ طبعا أخلي دور كيف يعني؟ أنا ممثلة نعم بالعمل وطبعا مثل ما كتير شفنا وبعدنا عم نشوف كتير ناس استغلت الانفجار لحتى تعمل سيط لحالة أو لحتى تجمع مصاري وتعمل أرباح أنا بالعمل ممثلة وناشطة اجتماعية وعم جرب أجمع تبرعات لا ضحايا أربعة أب ولكن بطريقة الخاصة وبهذا الخبسة اللي نحنا يعني رايحين بالإنسانية للآخر المساعدات اللي وصلت على المساعدة واللي ما وصلت لحدا بتسد ميزانية بلاد واللي ما حدا شاف منها شيء أو إذا شافه شافه قوتات البعض ما بدنا نعمم البعض كان صادق بس الكتار ما كانوا صادقين فهذا هو وكمان بهذا العمل في كثير شئ يعني من الروح بالقصص للثورة للعنصرية يعني حتى للعمالة يعني مشكلة العمالة كم شخص موجودين على المسرح؟ على المسرح نحنا هلأ أربعة أربعة أشخاص أربعة ممثلين؟ لا في ممثلين وفي مش ممثلين في مش ممثلين؟ في ممثلين من ضحايا أربعة أب وكيف عم نعرض الأوقات؟ صراحة نحنا هلأ لأنه هو عم نعمل تجارب مع الجمهور لحتى نشوف قداش إمكانية التلقي ممكن تكون إيجابية أو سلبية نحنا عرض واحد نهارة 23 الشهر إذا الله أراد وللأسف صار sold out بس رحنا نرجع نعمل عرض تاني بعد راس السنة إذا الله أراد ونرجع نعلن عن الوقت الوقت هل تتواصل مع الناس خلال العمل؟ يعني بشاركوكم الجمهور؟ لا لا المسرح كله أنتوا عم تلقموا الجمهور؟ شو عندكم؟ نحنا طبعا يعني أول شي عم نبلش بالزوم ميتينج وبعدين منتقل لمرحلة أخرى للمسرحة طيب شو رح يطلع الجمهور معه من المسرحية؟ بفكروا مرتاح؟ حامل عضية؟ حامل مسؤولية؟ لك صراحة بالعرض اللي عملناه قبل طبعا أنت ما فيك ترضي كل الأزواء وما فيك وما كل الناس عندها نفس التفكير اللي عندك ياه أو بتحب الطرح اللي أنت عامت فيه ناس بتعتبر حالة أنه أنت عامتها بالصميم لأنه بتحس بالزنب فيه ناس بتتعاطف فيه ناس بتقوقف فيه ناس كتير طلعت قالت لنا أنه أخيرا إجا حدا يقول اللي نحنا عن جد عم نفكر فيه واللي نحنا عن جد عبالنا نحكي بس ما عم نعرف وما عم نقدر نقوله فبالتالي يعني كل مطلع طيب بيطلع بطريقة مختلفة ولكن المس الأكبر عم بيكونوا مبسوطين عم بيكونوا مجروحين ومدقورين وعم بيحسوا أنه إيه وأنه عبرتوا عن اللي نحنا بدنا إيه برنادات خلان نجع شوي لورا لما حكيت مريم كان نقل نوعية بحياتك العملية المهنية يعني وبعضوا لهلأ بنحكي فيه صحيح ليش؟ ليش؟ لأني مسلي شاطرة أول شيء حتى ما إظampa بتفقين عليك لا coordinate لأنه وقته إجى عرض فيلم لما حكيت مريم كن من بعد سري أفلام كتيرة بتحكي عن الحرب اللبنانية والعالم كانت Real Fin تتعبق من الموضوع فأجا لما حكيت مريم كقصة رومانسية طبعا تقيلة مش رومانسية بالمعنى الخفيفة يعني صعبة حكيت كمان عن مشكلة المرأة وخاصة المرأة العاقرة اللي ما بتجيبه أولاده وكيف المجتمع بينظر له وكيف المجتمع الزكوري واللي بتقوده امرأة مجتمع الزكوري بتقوده امرأة بيتعاطى مع وجع الناس أو وجع المرأة العاقر فالناس كتير تعاطفت مع الشخصية وعملت إسقاط في شريحة كتير كبيرة عملت إسقاط على نفسها وهيدا الشي خلى العالم تحبه وخلى العالم تتعلق فيه بالدراما انت شوي بعيدة أو انت ضيفة على الدراما ولكن كان عندك دور نحكى فيه كتير اللي هو عودة غوار نورة نورة لكي زوجة استيس دوريد لحام يعني هيدا تجربة مع عملاق مثل دوريد لحام تجربة مهمة طبعا طبعا انه بتاخد هالدور بس ليش انت ضيفة على الدراما ليش انا ضيفة على الدراما لأنه لأنه انا ما بشتغل كتير دراما يعني انا عندي اكتفاق اذا بدك فنة من المسرح وبالمسرح بلاقي حالي اكتر اكتفاق فنة بس اكتفاق مادة فيه بلقي تعيشي بديك مصاري يعني عم بعتمد على عيسى مع معكز عني يعني الحمد لله كتير خير الله يعني لهلأ ما ما عزنا ووضعنا لا بأسة به لا بأسة به قادرين نكفي بالحدود اللي لازم نقدر نكفي فيها ضيفة على الدراما لأنه كتير الدوار بتنعرض علي ما بتشبهني بحس انه ما خرجي أنا اني أعملها ومثل ما كل الناس صارت بتعرف انه الدراما صارت يعني كليكيت محصورة بناس معينة كل حدا عنده جماعته بجيبه وأنا مني منتمية ولا لأي جماعة بس أنت بابك مفتوح لدور ممكن طبعا أكيد آخرت الشيء أنا ممثلة وأي دور جيد بينطرح علي بيلبق لي بقدر من خلاله أقدم شي جديد للعالم وشي جديد لألي يعني حتى كمان الممثل بيكون عنده هيك حب أنه يجرب إشياء جديدة أدوار جديدة بس يقول ما هو بالدور يكون بقول شيء بالسينما نجحتي وين تكرر التجربة ووين جاية جاية شي جديد سينما هلأ ما في شيء صراحة بالسينما لأنه أصلا الأعمال السينمائية اللبنانية قليلة يعني كمان عدد الممثلين اللي عم شتغلوا سينما منو هالممثل كبير ولكن بيشتغل دايما لحتى كمان يكون عنده هيك اكتفاء ومبسط دايما بيشتغل بالكورماتراجات مع تلميذ الجامعات أو مع ناس مستقلين عبيلون يعملوا تجارب فبشتغل معاون وبكون مبسوطة بالشغل الغالبا يعني قديش العالم أكسجين لقليك وهذه الاجتماعيات اللي دايما يعني دايما متواجدة دايما يعني أنا متابعك على السوشيال ميديا فرحة مبسوطة يعني هوا الوصص كله لك هلا أوقات بتخبز عني لا أوقات أنتقد على هيدا الموضوع وأوقات أمضح عليه بس أنا بدي أقل لك شغلي يعني أنا حدا كتير اجتماعي إنو عايشي بنتخسي شو بك مبسوطة لك ما في حدا مننا مش موجوع ما في حدا مننا ما عنده هموم وعنده هيك يعني إشياء بيمروا بأيام صعبة بس آخرت الشي ما العالم كله بتشبه بعضها يعني أنت ما بدك تزيد على وجع العالم أنت بدك تخفف عنهم يعني نحنا كفنانين كممثلين كأعلميين مفروض أنه نمتص الناس وجع العالم وما نزيد عليهم فبالتالي أنا إذا عندي شي حلو بورجي إذا عندي شي بشعب خبيه لألي ولعائلتي ولبيتي ما بنشر غسيل الوصيخ وما بنشر الأشياء اللي ممكن أنه تكون سلبية على الناس مشان هيك أنا كل شي حلو بتلاقينا وبحطه واجتماعيا الحمد لله كتر خير الله الناس بتحبني وأنا هايدي المحبة بالنسبة لألي بتعنيه لي كتير يعني ما حدا بيعز ماك تتكون بالإيفنت طبعه أو بعشاء أو بسهرته إذا ما بحبك وما بيعنيه لوجودك أقول لك شانا مش دعنيك معي لأنه أنا ملتقي فيك ونحنا أصدقاء بكذا بإيفنت ملتقيين أنت وجودك إيجابي يعني بلس بيكون للإيفنت بالطريقة يلي بتعامل لأنه طبيعية لأنه منا حدا متزلف ومتصنع يعني أنا بحبك بحبك ما بحبك ما بحبك وما بنتر الناس لتعمل يعني هتجي لعندي وتسلم علي وإنه أنت بتروحي أنا بروح عند الناس يعني أنا بحبك بيشي بسلم عليك حتى لو ما شفتني أو أوقات ناس فيه ناس بتعمل حلقة أنه هي مش شايفة وبروح أنا بحركش فيه أنا نو وينك ماشي الحال ماشينا برنادات حياة أبسط من هيك إذا شاطر بالمسرح شاطر بالسينما وشاطر بالدراما أو لا لا إذا شاطر بالمسرح مبلع شاطر بالدراما وشاطر بالسينما بس إذا شاطر بالتلبيزيون بالدراما أو بالسينما مش مش معنات أنك شاطر على المسرح الأصعب هو المسرح الأصعب هو المسرح الأساس هو المسرح ليش مع أنه أوقات الأداء المسرحة بيكون لازم يكون يج مبلغ أكتر طبعا مصبوط ولكن انت وقت هتقدر تعمل هيدا المبالغة وقتها تقدر توقف وتكون وتكون على تماث مباشر مع العالم وتقدر تعمل هيدا الأداء المختلف graphics بليتلي عن الدراما وعن السينما كمان بنفس الوقت بتكون قادر إنك تضبط حالك وإنك تعمل منيمايز للشخصية وتكون طبيعي بالدراما وبالسينما عمين عندك عتب بعالم دراما سينما مسرح أو 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 تليفزيون دراما على مين عندي عتب على المنتجين على المخرجين يعني يعني برنادات أنت ممثلة شاطرة وممثلة تركت بصمة ووجودك بيحكي بهذا العالم بس طليتك مقلة لكن لعتب على نفسك ما بعرف لا أنا ما بعتب على نفسي لك أخرت الشي كل حدا عنده أسلوبه أنا مني من النوع اللي بعمل علاقات مع المخرجين والمنتجين والشركات الإنتاج يعني مني من النوع من الناس اللي بتابع وبتلفن وصباح الخير وينعاد عليكم يعني عرفت ما بعرف أعمل هيدا النوع من العلاقات الاجتماعية لأنه بحس وكأنه واحد عم يعني أنه أنا موجودة يشوفوني إذا عندكن شي ما بقدر أعملها أنا ممثلة وبتصور أنه مفروض أنه كل الكل بيعرفني ورقمة موجودة بالنقابة على أوقات مثلا بشوفت مخرجين بقولوا ليك إنا بدنا إياك بدور بسألوا لنا مسافرة هيدا بعتبع ليلة أنه عندك رقمة فيك الدقة تقول برنا حبينك معنا يعني هيدا اللي بيجي ببيعك حكي وهو منه مزبوط هيدا أنا بيزعجني بحس أنه ما تستخف بعقلي معلش شي إنه ما كلنا وليتكار ومنعرف بعض ومنعرف الطبخة كيف عم بتصير فإنه أوكي ما بتضحكيني بفهم بس ما تشاطر علي هيدا بيزعجني مش ما تبع لي بعتبع الأصحاب اللي بيقولوا لك إنه طرحنا اسمك وهنه ما بيكونوا جايبين سيرتك وأنا بعرف وبعرف كتير مني هولي كمانة يعني بيزعل منهم إنه ما يكون مضطرين برنا دات نحن عم نعرف نفسيتك وشخصيتك الحلوة والنظيفة وبتمنى نشوفك بعمال أكتر وأكتر مبروك لريحة العنبر بيحكي عن العنبر رقم 12 عرض بتاع 20 شهر وإن شاء الله بعد رسلني عروضات أخرى لأنه فولي بوكت مثل ما تريد يلا وبالـ 2023 عم حضر عمل مسرحي كمان بس هيكون على باب أوسع ومش كتير يعني مش كتير معاناة لأشي هيك خفيف وبس بنفس الوقت يعني بيشغلنا عقلنا بود لك برنا دات موسط فيك كتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر